مرحبا معكم انا مرسنان وهذه مدونتي وقناتي واعتذر صار لي اكثر من اسموعين ما بنزلش في فيديوهات ولا مواضيع لاني اشئول والظروف اللي منعتني اليوم راح نشرح برنامج فيديو بروسسينج سوفتوير هذا البرنامج حلو جدا تقدر مني تحمل فيديوهات من اليوتيوب بجودة عالية توصل للفوركي ومان تقدر تعدل على الفيديوهات وضيف عليهم ترجمة يعني تعديل خفيف مش منتاج اوكي وتقدر اه تحول الصياغ تبع الفيديوهات كمان تقدر تعمل سكرين ريكوردر للشاشة البرنامج طبعا يشتغل على الماك والويندوز انت بمجرد ما تدخل على الموقع وتضغط على فري داونلود هو بيحمل الحسب النظام الموجود معك طبعا انا عندي ماك ونفس البرنامج ونفس المواصفات ونفس الواجهة على الويندوز طبعا البرنامج مدفوع اذا عايز تشتريه يشتريه بس ممكن تحمل لك اذا ما عندك فلوكس اوكي بسم الله الرحمن الرحيم اه بمجرد ما تحمل البرنامج تروح تدخل عليه بشكل عادي جدا وتعمل له تتبيت في الويندوز نيكست 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 وفي الماك تسحب على مجلد الابليكيشن وعيد ثبت معك طبيعي تون اي مشاكل تروح تفتح البرنامج طبعا ما في اي صعوبة فتح البرنامج تنتظر تعطيه اوبين اه هنا بيقول لك تدخل كود التفقيل ممكن انت تسوي لك راكي اذا ما عندك فلوس تشتري البرنامج طبعا انا عندي نسخة مدفوعة بيعطيه اوكي هنا عندك الاشياء اللي يقوم بها البرنامج راح نشرح على واحد واحد نبدأ بريكوردر اوكي طبعا هذا يسوي آآ شوت للشاشة بالفيديو تختار القياسات من هذه المنطقة وتعمل سلكت اريا او انك تدخل القياسات من هنا تقدر تشغل الصوت والمايك اوكي يعني هذا تواضح هنا اذا عايز تعمل ريكورد شاشة الايفون اذا انت موصله بالجهاز وهنا عندك الكاميرا اذا عايز تشغلها تبع الجهاز الامامي يتصورك وانت بتسجل وكمان عندك هنا وتضغط على وحيبدأ التسجيل تكونوا شايفين الان طبعا انا سرعت في الفيديو اضغطي هذا التسجيل تبعنا اذا اضغطت على العدسة راح تطلع لي مكانه واذا اضغطت على بلاي بيشتط طبعا البرنامج بيسجل بجودات عالية انت بس تختار الجودة اللي انت عايزها انا بحذف تسجيل هذا اها الان نرجع على الداونلودر يعني تروح تحمل فيديوهات طبعا هو ما بيحملش من اليوتيوب بس يحمل من واقع كثيرة اه بمجرد ما تتبقل على الموقع الرسمي هتعرف مثلا انا عايز احمل هذا الفيديو من اليوتيوب اه من قناة عمر عبد الرحيم واحد اه رائع جدا بينزل فيديوهات تعليم لغة انجليزية اصح بمتابعه اوكي المهم اه بحط الرابط تبعه هنا وعطيه انالايز عشان بس تطلع لي الجودات المتاحة طبعا عندي هنا اقصى جودة هي الفول اتش دي ممكن تحمل الفيديو بجودة الفول اتش دي ممكن انك تحمل فور كيه بس الفيديو هو يكون فور كي اللي انت عايز تحمله نروح بس نجيب فيديو فور كي مثلا هذا الفيديو فور كي متأكد لانه من القناة راكي اوكي موجود فور كي اذا نحن على البرنامج هيطلع عليه خيار تحميل فور كي لما انا احط رابط الفيديو اللي هو فور كي يعني لازم تفرقوا كما شايفين طلعت عندنا اه جودة الفور كي اصلا بشوف ناس بتسألني عايزين حمل فيديوهات فور كي من قنوات ناس وهذا الناس ما بينزلوا فيديوهات فور كي اقصى جودة بيحطوها سبعمية وعشرين فاهمين عليها طبعا لسه في حاجات ثانية ممكن ان تكتشوفها بانفسكم هنا خيار الدي فيدي طبعا انا من الناس اللي نسيت الدي فيدي همشي انك تختار الصيغة مبي فور مائة واربعة وستين اذا عايز تستعمل هذه الميزة الان نرجع الى الكونفيرتر فيديو كونفيرتر انا عندي هذا الفيديو بصيغة الام كي في تمام طبعا عايزين نحط في فيديو في برنامج المنتاج اللي عندي بس ما بين منتج فيديو هذا الفيديو لانه بصيغة الام كي في اذا رحت مثلا على برنامج الفاينال كات عايز اضيف الفيديو مش حيرضى يقبله وحتى ادوب برمير اصلا صيغة الام كي في الان مش مدعومة بس عشان تتأكدوا انا باسحب هذا الفيديو اللي صيغة الام كي في ما بينضافش لها داخل فاينال كات بنحل هذا المشكلة عن طريق تحويل الصيغة عن طريق هذا البرنامج ممكن تحلها اذا واجهت اك مشكلة ان الفيديو ما رضيش انضاف عندك في برنامج المنتاج هنا تختار الجودة بخليها على الهاي كواليتي طبعا بيكون عملية البروستسينج شوية بطيئة اختار يعني المواصفات يعني اول اعدادات حق الفيديو خليها ماكسمم اعلى شي عشان تكون نفس الجودة الآن انا بعطيه رد زي من شايفين يعني البرنامج بيتحرك بسرعة وهذا يعتمد على الجهاز الموجود معه الآن عملنا لمعالجة زي من شايفين الفيديو شغال معي والصيغة الحالية هي للفيديو MP4 اذا رح تحطه في برنامج المنتاج حينضاف عادي لان كل الفيديوهات MP4 او MOV اوكي اه هنا عندنا اعدادات اذا عايز تحط Watermark للفيديو يعني اه زي الحقوق تكتب اسمك او انك تحط Logo شعار تختار image تضيف صورة اوكي اه عندنا هنا خيار rotation اذا عايز تعمل قلب وتدوير للفيديو كما انت شايفين هنا بنعمل تدوير اوكي وهذا قلب وكمان عندنا هنا Subtitle ترجمة للفيديو عايز تحملها من النت اذا كان فيلم يعني معروف حتى تلاقي ترجمة طبعا وتوفر على طول واذا انت عايز تحط للملف Subtitle هنا عندنا Effect وهذه من الحاجات الرائعة جدا بهذا البرنامج ممكن تقضي تأثيرات بدون ما يكون عندك اي خلفية بالنومتري Color Color Collection وال Color Grading يعني عندك هنا اداة مبسطة جدا اا تغير في الكعيشن والConstration وهنا عندك القطر تحدد من ثان يبدأ الفيديو من ثان ينتهي الفيديو و اوووو الى اخر يعني البرنامج جدا واسع ممكن تعرفوا على بالك المزاهب انفسكم والبرنامج حجمة صغير زي ما قلت الشغل عن ماك والويندوز والعدادة تبعا مبسطة وهو مخصص اللي فئه معينة من الناس يعني اللي يشغلهم خفيفة على الكمبيوتر مش عايزين برامج متقدمة تعقدهم وتخليهم يكرهوا الحاجة اللي هم بيسووها اه اتمنى ان الفيديو اليوم يعجبكم لا تنسوا تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتخطون لايك و كومنت شير لهذا الفيديو مع السلامة